القسم الثاني من العلوم التربوية هو العلوم النفسية الجانب السلوكي وطبعا العلوم النفسية ممكن أن تتضمن قسمان كبيران هما علوم نفسية نظرية وعلوم نفسية سنراها فيما بعد علوم نفسية تطبيقية إذن القسم الأول من العلوم النفسية هو علوم نفسية نظرية تتضمن العلوم النفسية النظرية ثلاث تخصصات كبرى معروفة يعني في أقسام علم النفس أو في كليات علم النفس في العالم هي التالية أولا علم نفس العام هذا العلم الأول في العلوم النفسية علم نفس العام طبعا يدرس كل المبادئ العامة لعلم نفس دون التخصص لأن علم النفس هو في حقيقة الأمر علم النفس هو شجرة من الفروع العديدة التي تتنوع ويعني تختلف لكن ربما المميز الأساسي بين فروع هذه الشجرة هو قسما أنها قسم من هذه الشجرة هو قسم تطبيقي وقسم آخر من هذه الشجرة هو قسم نظري طيب في القسم النظري مثلا نجد علم النفس العام نجد علم النفس النمو نجد علم النفس الاجتماعي هذه ثلاث علوم أو ثلاث يعني تخصصات كبرى في علم النفس لكنها الجامع بينها أنها تخصصات نظرية قد نستفيد منها أكيد جدا نستفيد منها في ماذا؟ نستفيد منها في فهم شخصية الإنسان في فهم قواعد السلوك لأن علم النفس لماذا هو علم؟ لماذا أخذها صفة العلمية؟ لأنه يبحث في قواعد ثابتة هي بمثابة قوانين عامة من هنا أخذ صفة العلمية لأنه لا يمكن الحديث عن علم دون الحديث عن محاولة لإيجاد قواعد متكررة أو قوانين ثابتة وعامة تنظم ذلك العلم فإذن علم النفس الجانب النظري يتضمن كما هو مشاهد هذه التخصصات الأساسية الثلاث النفس العام يدرس تقريبا كل مجالات علم النفس هو مقدمة لكل علم النفس لكن علم النفس النمو هو التخصص الذي يتابع مراحل نمو الشخصية الإنسانية منذ الطفولة إلى حد الشيخوخة والكهولة وذلك لكي يتابع تطور هذه الشخصية ونموها وخصائص هذا النمو ومميزاته وعلاماته في كل مرحلة من هذه المرحلة طبعا النمو في علم النفس عنده مستويات مختلفة هناك النمو العقلي أو الذهني هناك النمو الوجداني هناك النمو النفسي هناك النمو الحسي الحركي هناك النمو الاجتماعي هناك نمو الذكاء إلى غير ذلك مستوية مختلفة من النمو وكل مرحلة من مراحل حياة الإنسان هي في واقع الأمر مرحلة من النمو لها خصائصها النمائية المميز وعلم النفسي النمو مهم جدا لأنه يساعد المعلم في فهم إذن المستوى النمائي لطلابه وخصائصهم المعرفية وغير ذلك علم النفسي الاجتماعي أيضا من العلوم المهمة لأنه يدرس الحياة النفسية للجماعات يعني المميزات النفسية للجماعات اتجاهات الجماعات النفسية والمؤثرات في الاتجاه النفسي للجماعات وكيفية التحكم بالاتجاه النفسي للجماعات كل ذلك يدخل في باب علم النفس الاجتماعي وهذا أيضاً مهم للمعلم لأن المعلم مطالب بفهم وإدراك والوعي بثقافة المجتمع الذي يعيش نأتي إلى القسم الثاني من هذه العلوم وهي العلوم النفسية الجانب السلوك إذن القسم الثاني طيب القسم الثاني هو الجانب التطبيقي قلنا من العلوم النفسية والجانب التطبيقي نلاحظ فيه طبعاً هناك إدة علوم منه ولكن اختصر الدكتور صالح هنا على ثلاث علوم مميزة لدينا علم النفس الطربوي والصحة النفسية وعلم النفس التمريدي أو الكلينيكي بالنسبة لعلم النفس الطربوي طبعاً يدرس المجتمع المدرسي باعتباره مجتمعاً مسغر لديه ظروفه النفسية الخاصة بالمتعلم والخاصة بالمعلم أيضاً والخاصة بالجو المدرسي بشكل عام وهو يدرس بالأساس علم النفس الطربوي قضية رئيسية هي عملية التعليم والتعلم وخاصة التعلم كيف يحصل التعلم؟ ما المقصود بالتعلم؟ كيف يحصل التعلم نفسياً؟ ما هو التعلم؟ ما هي العمليات النفسية للتعلم؟ علم النفس الطربوي يحاول أن يجيب عن هذه القصة ولذلك هو ضروري جداً بالنسبة للمعلم الصحة النفسية طبعاً هي من تخصصات علم النفس التطبيقية وتريد أن تبحثها فيما يحقق التوازن النفسي وفي أسباب عدم التوازن النفسي وعدم الاستقرار النفسي وفهم الحالة النفسية للمتعلم من أجل تحقيق الصحة النفسية والتوازن النفسي علم النفس التمريدي هو علم النفس العلاجي أي العلم الذي يعالج الحياة النفسية الداخلية الباطنية طبعاً نحن نعلم أن الإنسان مثل ما لديه جسد ظاهر هكذا ملموس حسي فإنه له كيان آخر شفاف مثل البلور ومثل ما يصاب البلور مثلاً يتهشم البلور ويصاب بالتكسير فإن الحياة النفسية الداخلية أيضاً قد تصاب بالتهشم وربما تتكسر وحينما تتكسر حياة النفسية الداخلية فهي تحتاج إلى معالج لكي يعيد إليها صحتها من جديد وهو المعالج النفسي أو الطبيب النفسي ويسمى هذا العلم علم نفس التمريضي أو علم نفس السريري أو علم النفس الكلينيكي هذه إذن مواد أو علوم النفس النظرية والتطبيقية وقلنا أنها مهمة جداً للمعلم بسرعة عامة